بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصوى الوطن العربي الكبير وفي كل بقعة بالبقعة الدنيا جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وبداية اسبوع جديد من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الاهلي يمكن لما رجعنا من الاجازة الاسبوع اللي فات كنا في بداية الحلقة يوم السبت زي النهاردة الاسبوع الماضي قلنا داخلين الموسم الجديد ولسه ما عندناش اي تفاصيل وقلنا فترة الاجازة هتكون فرصة طيبة ان فيه حاجات كتيرة تتوضح وتتحدد خلال الفترة اللي جاية ولكن اشتغلنا من الاسبوع الاول على مدار حوالي خمس ايام نشوف مستجداد البطولات القرية والدولية في كيفية الاستعداد موعيد البطولات موعيد القرعة مباراة الاهلي الفترة اللي جاية امتى في ظل ان المشهد كله ضبابي مفيش حاجة واضحة ولكن الحمد لله في اول اسبوع قدرنا ننفرد بكل موعيد البطولات القرية وجدول مباراة البطولات القرية اللي الاهلي على مشارف المشاركة فيها خلال الفترة اللي جاية البداية كانت بموعيد جدول كأس العالم للاندية جدول مباراة كأس العالم للاندية وقلنا الانطلاقة هتكون يوم 15 ديسمبر في جدة في المملكة العربية السعودية ويوم 7-9 نعرف جدول المباراة الاهلي هيبدأ بمين ولو كسب يلعب 18-19 ديسمبر والمواجهة تكون مع بطل امريكا الجنوبية ولا مع منشستر سيتي بعدها بيوم كان عندنا صبق اعلامي مهم جدا والحديث عن مباراة السوبر ليج وتكلمنا على تصنيف الاندية بشكل مباشر واستعرضنا مستندات مهمة جدا من مباراة الدوري الافريقي الممتاز وعرضنا جدول المباراة والملاعب اللي هتستضيف مباراة الدوري الافريقي الممتاز واول مباراة للأهلي هتكون امتى واي الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي ومعايد القرعة كمان خلال الفترة اللي جاي وكان الختام واحنا بنختتم الاسبوع قلنا في تطورات مصيرة جدا بعد ما تكلمنا في البداية قلنا يبدو ان الامور شكلها رايحة في اتجاه تأجيل السوبر الافريقي في الظل ان ما فيش معطيات واضحة عند العديد من المسؤولين ولكن على طول في نهاية الاسبوع قبل ما نطلع اجازت الخميس الجمعة ونالكم في تطورات مثيرة بخصوص السوبر الافريقي والساعات اللي جايها هتشهد تعديلات مهمة جدا على موعيد ومكان السوبر الافريقي وبالفعل النهاردة الاتحاد الافريقي اعلن رسميا عن اقامة لقاء السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف يوم 15-9 يعني بنتكلم بعد حوالي 20 يوم اول مباراة للأهل في المسلم هيكون السوبر الافريقي النهاردة حلقة جديدة وتفاصيل جديدة وكواليس مهمة وانا استعرض بعض الامور المهمة جدا بخصوص المرحلة الجاية بالنسبة للنادي الأهل لذلك بسرعة عشان وقت الحلقة هبدأ بي سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة مع اول تدريب للأهل اليوم في ملعب مختار التتشي بالجزيرة عايز حضراتكم توجهوا نصايح للجهاز الفني للأهل واللاعبين بعد الموسم التاريخي وقبل بداية الموسم المقبل المزدحم تقدروا تشاركوا معنا في اجابتنا او في الاجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على سوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الاخيرة هستعرض اكبر قدر من اراءكم في الاجابة على هذا الموضوع لكن نبدأ حلقتنا باهم العنوية في ترند الاهلي قياسات تبدنية وفحوصات طبية لللاعبين استعدادا للموسم الجديد وكمان السوبر الافريقي 15 ستمبر في السعودية واخيرا الاهل يرسل قيمة السوبر للكعف يوم الاثنين جدول مباراة اليوم النهاردة في بداية اسبوع جديد من الدوريات الاوروبية البداية من الدوري الانجليزي والنهاردة السبت الممتاز لان بالتأكيد مباراة قوية في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي طيب منذ قليل انتهت مباراة نتيجة التعادل السلبي برضو مباراة بدأت دلوقتي ومانشستر يونايتد طبعا بيلعب حاليا مع نوتينجهام فورست وإلمان يونايتد متراجع وخسران سفر واحد نوتينجهام متقدم واحد سفر طيب الساعة سبعة برايتون هيستضيف ويستهام يونايتد نروح لمباراة الدوري الاسباني والمباراة كلها تكون الساعة تمانية قادش بيستضيف الماريا غيرناتا ساعة تمانية ونص بيستضيف ريال مايوركا وإشبيلية الساعة عشر ونص بيستضيف جيرونا طيب نوتينجهام فورست متقدم دلوقتي على منشستر يونايتد 2-0-4 دقيقة الماريونايتد تلقى هدفين طيب نروح لمباراة الدوري الإيطالي ساعة سبعة ونص فورسينيوني بيستضيف أتلانتا موينزا بيستضيف إمبولي والساعة عشر هلس فيرونا بيستضيف روما والميلا بيستضيف تورينو دوري الألماني والشوت الأول بدأ حاليا في خمس لقاءات فرايبورج متعادل سلبيا مع فيردر بريمن كولين متعادل سلبيا حاليا مع فولفسبورج بوخم متقدم على بروسيا دورتوموند بهدف مقابل لشيء وهيدنهايم متقدم أيضا على هوفنهايم واحد سفر درمشتاد تمانية وتسعين متقدم حاليا واحد سفر على يونيون برلين الساعة سبعة ونص بروسيا مونشن جلدباخ هيستضيف باير لفركوزي الدوري الفرنسي ساعة تمانية النهاردة مارسيليا بيستضيف استاد بريست والساعة العاشرة أيضا باريس تانجيرمان بيستضيف لانس يعني قمة المتعة والإصارة في مباريات اليوم كلها مباريات قوية جدا وزا بيقوله السبت الممتاز قمة المباريات في الدوريات الأوروبية النهاردة مع بداية هذا الإسبوع طيب أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمستجدات اللي معنا النهاردة في فقرة تريند التريند ملفات كتيرة بنحاول نشتغل عليها خلال الفترة الحالية في ظل إن السنة دي يعني البطولات كتيرة جدا وده الحمد لله يمكن حاجة كويسة بالتأكيد يعني أنت أفضل ما تلعب دوري وكاس وتلعب بطولة مثلا زي كويسة الكونفيدرالية لا أنت مطالب بالمشاركة في أبرز وأهم البطولات الدولية والقرية خلال الفترة اللي جاية تال بداية معاك السوبر الإفريقي بعد كده عندك الدورة الأفريقي الممتاز بعد كده عندك كاس العالم للأندية وارد إن يكون فيه مسابقة محلية استكمال مباريات كاس مصر كاس مصر خلاص بقي فيه ثلاث لقاءات انت هتلعب الأهلي وإمبيز زمالك بيرامدز الكاس بان هنا وهنا يوصل لفاينال فممكن تلعب كمان مباريات الكاس في الفترة اللي جاية فهنا بنكلم على أربع بطولات من شهر تسعة لغاية شهر يناير بعد شهر يناير بقى عندك استكمال مباريات دور الأبطال عندك استكمال الدور العام اللي لسه مش عارفين معاده إمتى الكاس جديد كاس الربطة كاس السوبر اللي لسه فيه حاجات كتيرة مش واضحة خلال الفترة اللي جاية فالسنة دي يعني مليئة بالبطولات والأحداث القرية والدولية تلات ملفات مهمة جدا حسمناها في الإسبوع الأول معاد كاس السوبر الإفريقي خلاص إن شاء الله المباراة بعد حوالي عشرين يوم الأهلي والتحاد العاصمة على استاد الملك فهدي في مدينة الطايف يوم خمستاشر تسعة دور الأفريقي الممتاز من عشرين أكتوبر لإحداشر نوفمبر كاس العالم للأندية الأهلي عنده مباراة الأولى يوم خمستاشر اتناشر أول مباراة للأهلي في المملكة العربية السعودية في مدينة جده يوم خمستاشر اتناشر فالأهلي عيل عب في السعودية خمستاشر تسعة وخمستاشر اتناشر الأولى لقاء السوبر الإفريقي في الطايف والأثانية لقاء الافتتاح للأهلي في كاس العالم للأندية في جده بإذن الله في هذه البطولة الدولية الكبيرة اللي بيشرف عليها الاتحاد الدولي فيفا مباريات كاس السوبر الإفريقي كان فيها كلام كتير أول فترات اللي فاتت ومن البداية كنا معاكم خطوة بخطوة يعني في نهاية شهر 7 كان ليا لقاء مع رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الإفريقي وسألته على معاد كاس السوبر والمعاد اللي قاله وقتها يمكن هو المعاد الوحيد اللي تكتب وتقال بشكل سليم كان من خلالنا قلنا المعاد بناء على تصريح مهم جدا من الأستاذ حسن الأماح رئيس القطاع التجاري أن المعاد في الفترة من 15 إلى 30 تسعة وبالفعل تم الاستقرار على يوم 15 تسعة موعدا للقاء السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد إلى عاصمة الجزائري وكان الاختيار ما بين أبهى والطائف أبهى والطائف لكن نظرا لانشغال فريق أبهى على ملعبه في نفس اليوم يوم 15 تسعة بمباراة في الدور السعودي فتقرر إقامة المباراة على أستاذ الملك فهد في مدينة الطائف المباراة يوم 15 تسعة يعني بنتكلم بالضبط الجمعة اللي جاية لأ اللي بعدها لأ اللي بعدها يعني بعد حوالي 3 أسابيع إن شاء الله مباراة الأهل والتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية نفس الملعب ده اللي استضاف مباراة البطولة العربية نفس الملعب اللي استضاف مباراة البطولة العربية وللأسف رغم إن كان فيه فريق مصري ولكن الملعب ما كانش ممتلئ عن آخره الملعب كان أكتر من نص فاضي حتى لما تلعبت مباراة الزمالك والنصر السعودي حتى كان حتى الملعب معظمه معظم الأماكن فيه والمقاعد فيه كانت خالية مع مباراة الأهلي يوم 15 تسعة واسق جدا إن جماهيري النادي الأهلي هتحجز وعتاخد مقاعد كبيرة جدا في استاد الملك فهد الملعب على فكرة بيسع حوالي من 17 إلى 20 ألف مقعد لأن فيه 3000 مقعد بتبقى يعني مخصصة لدرجات محددة وفصل ما بين عدد من الدمهير في بعض الدرجات فيه الاستاد ولكن السعة القصوى لستاد الملك فهد يوم يعني حوالي 20 ألف متفرق قدامكم على الشاشة ده الإعلان الرسمي للاتحاد الإفريقي من خلال حساباته الرسمية أعلن النهاردة 15 تسعة المملكة العربية السعودية هي الدولة المستضيفة لكأس السوبر الإفريقي على ملعب الملك فهد في الطايف طيب في جزئية تانية أول هو تناول مثلا تصريحات الأمين العامل للاتحاد الإفريقي النهاردة في تصريحات قال نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية الدولة اللي خطت خطوات مهمة جدا في كرة القدم العالمية تصنف حالياً كرة القدم الإفريقية من الأفضل في العالم في الوقت الحالي من المناسب أنه في عصر يتجي في العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية أن تكون الكرة الإفريقية أيضاً جزءاً من هذه الحركة نيابة عن رئيس الكاف باتريس موتسيبي أود أن أشكر أسرة كرة القدم في السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الإفريقي مثيراً دي تصريحات للأمين العام للكاف طيب إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي قال تعاوننا مع الاتحاد الإفريقي لاستضافة هذا الحدث هذا الحدث بيجسد التزامنا بالشراكة مع الكاف في استضافة أفضل الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع تفاقية شراكتنا الحالي كنا نعرفين أنه كان فيه اتفاقية وقعت لمدة خمس سنوات ما بين الكاف مع الاتحاد السعودي الاتفاقية دي فيها ملفات كتيرة ملفات طبية تعاون طبي تبادل حكام ما بين السعودية والاتحاد الإفريقي حكام من السعودية يدير مباريات في الدور الأبطال والكونفيدرالية والتصفيات الإفريقية وحكام من السعودية هيدير مباريات إفريقية وحكام أفرق أيضاً من حكام المحترفين والنغبة يسافروا للمملكة عشان يديروا مباريات في الدوري السعودي يمكن أولى الخطوات التي تمت تنفيذ استضافة الأحداث الرياضية وهي استضافة السوبر الإفريقي الأحداث الثانية تبادل الحكام الخبرات كل ده بالتأكيد هيكون خلال الفترة اللي جاية وفي النهاية أمين العام للاتحاد السعودي نيابة العام ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي شكر الاتحاد الإفريقي على هذه الثقة والفرصة للقاء رائع ما بين فريقين عربيين الأهل والاتحاد العاصمة لللعب في المملكة العربية السعودي آخر حاجة في ملف السوبر ودي كانت مفاجأة لأن المباراة لسه قدامها ثلاث أسابيع وكلنا عارفين أن يعني ليحة السوبر بتقول مثلا أبلها بحوالي 15 يوم أبدأ أحدد القائمة بتاعتي وأبعثها للاتحاد الإفريقي ولكن في الخطوب الرسمي اللي اتبعت من الاتحاد الإفريقي للاتحاد المصري في الساعات الأخيرة أو تحديدا بالأمس حوالي الساعة 5 للمغرب اتحدد فيه ونفس الخطوب تتبعت للاتحاد الجزائري أن الأهل والاتحاد العاصمة بحد أقصى يوم الاتنين اللي جاي يبعثوا القائمة بتاعتهم للمشاركة في كاس السوبر الإفريقي طب القائمة كام لعب؟ القائمة ودي كانت المفاجأة بالنسبة لتوقعت ممكن يبقى فيها تعديل لأن القائمة دور الأبطال 40 لعب والدكة بيبقى فيها 9 لعيبة والتغييرات 5 لعيبة فقلت ممكن السوبر السنة دي يتعدل لقيت القائمة زي ما هي زي كل سنة 18 لعب القائمة مباراة السوبر 18 لعب يعني كولر المفروض بعد بكرة يبعث قائمة مباراة السوبر قائمة اللاعبين اللي هتشارك في السوبر 18 لعب فقط 11 لعب أساسي وال7 لعا دكة المدلاء وهو طبعا مش هيبعث الأسسين والدكة لا هو هيبعث 18 لعب اللي هيختارهم لمباراة السوبر فبدري جدا الكاف طلب أسماء اللاعبين اللي هتشارك فيه مباراة السوبر أكيد ده ليه علاقة بالإجراءات التنظمية الأيديهات كل التفاصيل دي ولكن الأهل والتحاد العاصمة لازم يبعث قائمة 18 لعب اللي هتلعب المباراة وتشارك في المباراة بحد أقصى يوم الاثنين اللي جاي بالإضافة إلى 7 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري اللي هيكونوا موجودين على دكة البودلاء ده آخر خبر وآخر معلومة لعلاقة بالسوبر الإفريقي طيب الأهل يستعد إزاي للمرحلة اللي جاية لأن الفترة اللي جاية فيها تفاصيل كتيرة الفترة اللي جاية فيها معسكر للأهل في النمسا هيبدأ من بعد مقرأ من يوم الاثنين من 28-28 لـ 6-9 يرجع الفريق في مجموعة المفروض عندها معسكر مع منتخبنا الوطن في الأجندة الدولية بعد المعسكر أو ليلة ختام المعسكر مطش مصر وتونس المفروض الأهل يمسافر إلى السعودية عشان يلعب مع اتحاد العاصمة في تفاصيل كتيرة على الملفات اللي جاية قايمة الفريق اللي المفروض كولر بيحددها وبيحضرها في الساعات اللي جاية عشان يرسلها يوم الاثنين النهاردة أول مران للفريق على ملعب التيتش بعد انبارح ما كان فيه قياسات وتفاصيل اللي علاقة بالأمور الطبية لللاعبين كل دماء النهاردة هنعرفه ونروح بسرعة إلى زمننا كريم أحمد موفد قرات الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة كريم مساء الفل كل سنة وانتطيب موسم جديد على الأبواب بيبدأ ونتطمن منك على استعدادات الفريق لكل التفاصيل اللي ذكرتها دلوقتي في الموسم الجديد مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز محمد سعيد كل سنة طبعا وكل جمهورنا العظيم بخير ويا رب ان شاء الله يكون موسم عظيم وسعيد مليئ بالانصارات والبطولات كما عهدنا طبعا لعيب النادي الأهلي زي ما شفنا الحقيقة الموسم المنقادي موسم أكثر من رائع أماننا كبير جدا في لعبتنا في الصفقات الجديدة في التوليفة المميزة جدا الحقيقة ان شاء الله بإذن الله اللي هكون لها مردود كبير على مدار الموسم عندنا يعني موسم صعب مليئ بالبطولات مليئ بالتحديات لكن ان شاء الله بإذن الله يكون موسم سعيد وعظيم على كل جمهور للنادي الأهلي بالتأكيد محمد يعني قدر نقول النهاردة هي البداية بداية فترة الإعداد بداية انطلاق الموسم الجديد 21 يوم الحقيقة ممكن لعيب النادي الأهلي كانت يعني محتاجة هذا العدد من الأيام للتقاط الأنفاس والراحة وانت تبقى فيه فصل تام بشكل كبير جدا عن الضغطات وعن المباريات وعن التركيز وعن التفكير في الأمور عشان كده ان شاء الله بإذن الله تكون بدوافع جديدة معنوات مرتفعة على المعسكر بالتأكيد هي البداية بداية فريقة للنادي الأهلي يكون المعسكر في النمسا ان شاء الله بإذن الله يكون مردوده كبير جدا سواء من خلال التدريبات أو من خلال المباريات الودية اللي تم تحديدها سواء تحديد الأيام ولكن لسه طرف المباريات ويمكن نقطة مهمة جدا محمد يعني يمكن كنا بنقول بين التامس العزر الميستر كولر والجهاز الفني خلال الموسم المنقضي لان انت ما فيش وقت ان انت تصحح الأخطاء او ان انت تحاول تحفظ بعض الجمل يعني الرجل كان بيشتغل في وقت ديق جدا كل 48 ساعة مباراة عشان كده نقدر نقول معسكر ده معسكر كان مهم جدا هيكون مهم جدا كمان لفريق النادي الأهلي للمجموعة المتواجدة رجل يحاول ينقل فكره بشكل كامل معاك متسع منه لوقت كبير جدا يمكن انت ذكرت يا محمد طبعا البداية هتكون 28 والنهاية هتكون 6 سبتمبر ان شاء الله بإذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الأهلي ويكون انطلاقته بمشيئة الله انطلاقة غيدة تنطلق بمشيئة الله ببطولة السوبر النهاردة للتدريب الاول انت عارف امس كان في القياسات تحت طبعا اشراف طبيب النادي الأهلي او رئيس الجهاز الطبية الجديد الدكتور تامر ابو العينين قياسات دي مهمة جدا طبعا بتبني عليها بشكل كبير جدا على مدار الموسم دي بيكون امور مهمة جدا امور التقنية والعلمية ده امر هام جدا مع العابي النادي الأهلي وكمان بحجم البطولات وبحجم المباريات وعدد داية الحقيقة اللي بيلعبوها على مدار المباريات في كل البطولات فعشان كده ان شاء الله بإذن الله يا سادي بكون مهمة نقدر نقف عليها بشكل كبير ده كان الامر في البداية النهاردة نقدر نقول هو التدريب الاول لفريقا للنادي الأهلي تدريب كرة مش هيكون تدريب طبعا قوي محمد زي ما انت عارف لان الفترة كانت كبيرة الرجل بيحاول يعني كلها امور فيها حاجات طرفية حاجات بسيطة لان لسه طبعا الامور الفنية والتاكتك والجمل وكل الامور دي الراجل مأجلها طبعا لي معسكر النمسا نادي الأهلي برنامج محمد حتى يوم الصفر يعني النهاردة ان شاء الله تدريب في تمام الساعة السادسة غدا بمشيئة الله ايضا كمان هيكون تدريب فريقا نادي الأهلي في تمام السادسة الصفر يكون صباح يوم الاثنين بدون تدريب يعني لعبة النادي الأهلي مباشرة الى مطار القاهرة تتوجه الى النمسا الراجل طبعا معاي زي ما بنقول متسع من الوقت كبير جدا ان هو يقدر يعمل فترتين وثلاث فترات فعشان كده ان شاء الله بإذن الله المعسكر يكون جايك جدا هي نقطتين مهمين جدا هنتكلم عليهم معاك محمد هو طهر محمد طهر وياسر ابراهيم طبعا هم متوجدين مع فريقا النادي الأهلي في المعسكر لكن طهر الحقيقة موضوع له برنامج برنامج مهم جدا طبعا زي ما بنقول من طبيب النادي الأهلي تامر ابو العين ان طهر كان عنده التوقف الكحل يعني بعد شوية عن التدريبات للفترة اللي فاتت او قبل طبعا انتهاء الموسم فيمكن الراجل موضوع له برنامج التأهيلي وطبي ايضا كمان ان شاء الله بإذن الله يستعيد قوته طهر محمد طهر وكيد هيتطبق باقي الايام في البرنامج في النمسا ايضا كمان ياسر ابراهيم يعني ياسر عمل جراحة بسيطة جدا في رجله يعني باللغة الدرجة طبعا نقول ان كان عنده خراج في رجله مؤثر عليه بشكل كبير كان عنده ويقوموا بتواجب مع فريق النادي الايلي مجموعة الحمد لله محمد يعني ان شاء الله بإذن الله مجموعة مبشرة صفقات رائعة عندنا عودة من لعبين المعارين سواء كريم ندبد او صلاح محسن عندنا كمان امل كبير جدا نشوف كريم فؤاد واكرم توفيق ان شاء الله بإذن الله بقوتهم الكبيرة وإصرارهم الكبير ان شاء الله بإذن الله سواء في المباراة الودية ان شاء الله اللي هتكون بعد المعصفر لانه ما اعتقدش انه هم يشاركوا في اي مباراة قدية فيها المعاصخر لان انت عارف هيكون في الاتحامات ويكون في امور عديدة جدا لكن بطمناك محمد الامور الحمد لله طيبة جدا في انتظار بقى انطلاق تدريب النادي الاهلي عشان تبقى الصورة واضحة وكاملة بالنسبة لكل مشاهدي خانة الاهلي طيب جزاية تانية كريم متعلقة بتصعيد عدد من لعاب قطاع الناشئين من ابرز اللعاب اللي هتكون موجودة النهاردة وممكن يصطحبها مارس الكولر في معاصقر النمسا يعني طبعا محمد اكيد الراجل هيحاول ان هو يدي عدد كبير في المعاصقر لان انت عارف طبعا فقرات التدريبية المباراة محتاجة ان هو يشوف بشكل كبير لكن لسه حتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية يعني منتظرين زي ما بقولك محمد يعني قبل طبعا الساعة 6 5.6 الاربع كده بتبدأ اللعيبة تنزل نبدأ نشوف مين اللعيبة اللي هكون متواجدة لكن بأكد لك النقطة دي الراجل هيحاول بشكل كبير ان هو يصطحب عدد من اللعبين تعرف كمان يمكن الكابتن خالد بيبو يكون فيه تقرير مميز جدا طبعا من اللعبين في قطاع النشئين طبعا كابتن خالد بيبو قام بدور كبير جدا ايضا على مدار الايام الماضية وتواجده فيه النمسا الوقوف على الترتيبات والمعاصقر وكل الامير دي ان شاء الله بإذن الله محمد يكون معاصقر ناجح ايضا كمان اللعيبة اللي هكون متواجدة والامر المهم جدا ان يكون فيه انسجام سريع سواء اردى سليم سواء امام عشور طبعا كريم وصلاح متواجدين معنا طبعا خلال الفترة الماضية او قبل طبعا ما يكونوا معنا عارفين النادي الاهلي قط اللبس عارفين التدريبات عارفين كل الامور دي لكن الانسجام مهم جدا التأقلم مهم جدا الخبرات اللي موجودة مع فريق النادي الاهلي هتدي مساحة كبيرة ان اللعيبة تنساجن بشكل كبير لكن ان شاء الله باذن الله انطلقتنا تكون جيدة بتدريب اليوم وتدريب الغد وعلى امل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون معاصقر جيد يستفيد منه النادي الاهلي بشكل جيد اخر حاجة كريم لو عندك اجابة دلوقتي يبقى كويس ما عندكش ولسه هتسأل فيها كولر او كابتن خالد بيبو اعرف الموضوع قولينا بقى لو النهاردة الحيط في الحلقة يبقى كويس لو بكرة ان شاء الله معاك ما فيش مشكلة الكاف طلب اسماء اللاعبين اللي هتشارك في السوبر بحد اقصى ترسل يوم الاثنين يعني بنكلم بعد بكرة والفريق لسه هيسافر النمسا هل ممكن يطلب التأجيل عدة ايام في ارسال قيمة اللاعبة ولا هو ما عندهش مشكلة جاهز بارسال قيمة الثمانتاشر لعب هي نقطة مهمة جدا محمد طبعا يعني مش هادر اقولك معلومة لكن بالشكل العام يعني الرجل محطوط في امر صعب جدا يعني الرجل عايز يشوف وعايز على الارض الواقع ان هو يقيم عدد من اللاعبين لان العدد قليل اللي مطلوب منك 18 لعب ده امر صعب جدا انت معاك مجموعة كبيرة مجموعة محتاجة بشكل كبير لكن خلاص ده امكان ده امر وقرار الرجل امكان نتحدد وقت فايمكن ما قدرش اقولك معلومة لكن الرجل اكيد هيشتغل النهاردة ويشتغل بكرة وهيقعد طبعا بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني ان انت لابد ان انت تكون في ارسال ليه الاسماء لان ده موعيد محددة سواء للكاف او ايضا كمان ليه النادي الاهلي لكن كل الامور دي يا محمد على ما اعتقد اتضح غدا بمشيئة الله باذن الله هو تدريب الاخير الرجل اكيد هيحاول ان هو التأرير المتواجدة يوقف على الحالة حالة اللاعبين مين ممكن يكون متواجد فان شاء الله باذن الله كن معانا هدية المعلومة خلال الدقائق القادمة لو طبعا مستر كولر او طبعا كابتن خالد بيبو ادر النواي صرح لنا بهذا الامر او غدا بمشيئة الله كوند الرؤية واضحة محمد ان شاء الله اذا ابنقول بنتمنى موسم جيد وراء على كل جمهور النادي الاهلي مليء بالانتصارات والانجزاتها محمد بإذن الله شكرا ليك يا كريم كان معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيرة في تفاصيل مهمة جدا قالها معانا في الاستعدادات للفترة اللي جاي طيب ده كان ملف متعلق بالاهلي وهنشوف قصة بقى رسال اسماء اللاعبة لان المفروض كان بقى له فتر الاهلي بيعايز يعرف معاده السوبر امتى المطش معاده ايه ظروفه وفجأة بقى خمسة شهر تسعة وفجأة بقى خلال 72 ساعة تبعت اسماء اللاعبة اللي هتشارك في المباراة والاسماء يعني مثلا مش قايمة مبدئية لا دي قايمة المباراة في ساعة 18 لاعب وده بيحصل حتى في السنين اللي فاتت بس كان دايما السوبر بيتلاعف في شهر 5 في شهر فبراير فالموسم مستمر فسالي جدا تحدد قايمتك لو طلبت منك النهاردة او تبعتها بقر ولكن انت لسه بتبدأ الموسم ولسه منزلتش الملعب ولسه مش عارف حالة اللاعبة وكل راجع من راحة سلبية ومطلوب منك خلال 48 ساعة تبعت قايمة ماتش السوبر فربنا يكون فعون كولر والجهاز الفني على هذي التطورات اللي تمت فيه الساعات الاخيرة ملف تاني هاختم بيه هذي الفقرة وهو تصريحات غريبة جدا صدرت من الكابتن توفيق السيد عضو لجنة الحكام مش عايز اقول المقال ولا هذي تقدم باستقالته لان المعلومة اللي عندي انه هو اتقال له انت مش معنا السنة اللي جاي انت مش مكمل وبريرة مش عايزك ففكرة الاستقالة والاقالة ببس الهدف منها ايه يعني تلطيف الاجواء شوية او حفظ ماء الوجه ولكن انا معلومتي ان توفيق السيد تم اقالته وعدم استمراره في لجنة الحكام الموسم المقبل وما انه هو خلاص خرج من لجنة الحكام مش هتكلم على شغله اللي فات ولكن هتكلم على التصريحات الغريبة اللي النهاردة شفتها من خلال 24 موقع القاهرة 24 تصريحات كفيلة بإحالته للتحقيق ايوة تصريحات كفيلة بإحالته للتحقيق ليه توفيق السيد خرج في تصريحات وقال كلام يحاسب عليه اولا بريرة قال في تصريحات تلفزيونية قبل كده ان انا كنت بتابع وبتفرج وهشتغل من المسم الجديد حتى تشكيل اللجنة هبدأ الدقل فيه وقول انا عايز مين ومش عايز مين فبالتالي الراجل ما كانش لي دور وحتى توفيق السيد طلع وقال الكلام ده قبل كده ولكن توفيق السيد في حوار عبر القاهرة 24 قال ايه قال بريرة رجل فاشل ولا يصلح لإدارة التحكيم المصري وجود خبير اجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل ده كمان بيخبط في اتحاد الكورة يعني بيخبط في استراتيجية اتحاد الكورة اللي خد قرار بالتعاون مع حكام اجانب او استقدام خبير اجنبي لإدارة ملف التحكيم يعني هكذا انت توفيق انت شايف ان بريرة فاشل ولا يصلح وفكرة وجود خبير اجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل طب انت قلت قاعد ليه الفترة كان فيها بريرة احنا عارفين اللي انت اللي مشيت كلاتنبرج والكلام ده اللي قاله كلاتنبرجي مش انا اللي بقوله كلاتنبرجي قال في تصرحات على فكرة ان توفيق السيد كان سبب في ازمات ومشاكل هو بسببها راحل عن اتحاد الكورة ولكن حضرتك كمان شايف ان بريرة فاشل طب انت اشتغلت ليه وكنت موجود ليه هو موجود وبتخبط في اتحاد الكورة وبتقول اصل وجود خبير اجنبي لإدارة التحكيم قرار فاشل يعني مش عاجبك قرار إدارة اتحاد الكورة وكمان بصوا بقى المفاجأة اللي جاية ده تصرحات لطفيق السيد بيقول ايه بريرة بيقول للجميع انه خبير ومحاضر وهو ليس ذلك من الاساس يعني انت اصلا بتتهم بريرة كمان بحاجات هو بيقولها عن نفسه مش عايزة اقولها يعني المسمى القانوني او السيغة القانونية لوصف هذا التصريح لكن تصريحات ما ينفعش اتعدي وقال وجوده على بريرة يعني طفي السيد شافي ان بريرة وجوده على رأس المنظومة التحكمية سيسبب كوارث المنسم المقبل ياه هو وجود الخبير الاجنبي مزعلك اول الدرجة دي هناك حكام هاجموني بدون سبب وهم لديهم كوارث من قبل مثل جهات جريشا بريرة استلم ميدليات بسبب الحكام المصريين وهو لا يعمل معهم من الاساس طب انت ما اعتردتش لوقتها لما نزل على المنصة واستلم الميدالية ده الموضوع ده بأكثر من 4-5 شهور ما اعتردتش لوقتها بريرة منشغل بالسفر والاجازات وحذرت اتحاده الكرة من استمراره يعني انت كنت عايز تماشي بريرة زي ما احنا كنا بنقول زي ما ماشيت كلاتنبرج والله العظيم هو اللي قاله هو بريرة منشغل بالسفر والاجازات وحذرت اتحاده الكرة من استمراره فاكريه لما كنا بنطلع بنقول ان فيه اعضاء في اللجنة بيشتغلوا على تطفيش الراجل هو اعترف بنفسه على ذات نفسه قالك انا حذرت اتحاده الكرة من استمراره كلامي ده مش دفاعا عن بريرة انا ما بدفعش عن بريرة بريرة الفترة اللي جاية هيبدأ شغله يتشاف الناس اللي هيختارها لتشكيل اللجنة هنبدأ نفهم الراجل ده عايزيه انا عارف ان تصنيف الحكام عامل ازمة كبيرة في المنظومة التحكمية وان الراجل عايز يعمل تصنيف للحكام اللي هيحكم دور ممتاز ما يحكمش في الاقسام الادنى والدرجات الادنى وده مفهوم وده بيحصل حتى في اوروبا عدد الحكام هيكفي مش هيكفي هنشوف اختيارات بريرة ده دوره هو وشغله هو وعن قيم شغله الفترة اللي جاية احنا ما بندفعش عن اشخاص احنا بندفع عن افكار واستراتيجيات ولكن خروج توفيق السيد عضو اللجنة بهذه التصريحات لا يجب ان تمر مرور القرام من اتحاد القرى لان الراجل ده كان سبب اساسي في بعض المشاكل التحكمية اللي حصلت الموسم الماضي والموسم قبل الماضي وتصريحاته دي ما ينفعش اتعدي لازم يبقى فيها محاسبة وسؤاله على تصريحاته ايه داعي للتصريحات دي اي حد بيخرج من اي منظومة شكرا سلام عليكم وعليكم السلام ولكن التصريحات دي بتدين توفيق السيد قبل ما تدين بريرة او اتحاد القرى او لجنة الحكام والتصريحات بتأكد ان كل الكلمة والله بنقولها في الملف ده بتبقى صادقة وموضوعية لا بن شخصا اي ملف ولا بن شخصا اي موضوع فاصل ثم نواصل سوشيال ميديا على صفيح ساخن كلام كتير جدا في المواقع والصفحات على السوشيال ميديا نطلع نتابع اخر اخبار الترند طيب اخر اخبار الترند والبداية هتكون مع ترند الاهلي والملف اللي شاغل كل الناس في الساعات الاخيرة ملف السوبر الافريقي حساب المصر الرياضي كاف يضع الاهلي في ورطة بسبب كأس السوبر الافريقي طيب الورطة ليه؟ هي الناس فاكرة ان الورطة بسبب الاجندة الدولية يعني الناس واخد بالها بس من فكرة الاجندة الدولية هتنتهي متناشر تسعة والاهلي عنده السوبر بعدها بثمانية واربعين ساعة يوم خمستاشر تسعة وهي اساسا الموضوع ده تبقى للواح ما فيهوش مشكلة لان انت عندك المباراة الودية في الاجندة الدولية يوم اتناشر تسعة مع تونس في القاهرة كده 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 كنت انت مسافر يعني حتى لو كنت هتلعب دور الابطال انت كان عندك مرش يوم ستاشر مع غالبا سان جورجي في قديسة بابا لكن بدل ما تطلع على اسيوبيا هتطلع على المملكة العربية السعودية فالمسافة قلت ده بالعكس يعني كنت هتطلع على هذه صبابة ثلاث ساعات ونص لكن لما تسافر المملكة العربية السعودية حوالي ساعة ونص ساعتين دي جزئية الجزئية التانية اللواح بتقول لو انت عندك مباراة رسمية بعد الاجندة الدولية ورحلة الصفر بيتزيد عن خمس ساعات ما ينفعش تلعب مباراة رسمية بعد الاجندة الدولية بـ 48 ساعة لازم تتأجل المباراة فبالتالي رحلة الصفر مش خمس ساعات ولا كده خالص زي قال لي من كده فما فيش مشكلة في اللي بيطرحوا المصر الرياضي في مسألة الورطة بسبب معادكس السور الورطة في حاجة تانية ولسه محدش خد باله من الموضوع ده الورطة ان الكاف طلب اسماء اللعيب اللي هتشارك في المباراة قائمة الـ 18 لعب ترسل قبل يوم الاثنين بعد بكرة ولسه الموسم بيبدأ ولسه الراجل أصلا منزلش الملعب هيختار الـ 18 بناء على ايه فانت زنقتني في الوقت وحطيت المعاد يوم 15-9 يعني اللي حكت بتقولك 15 يوم فاستنى للجمعة الجاية استنى للسبت اللي جاي يعني أجل المعاد شوية كم يوم لكن طلب المعاد من الاهل ومن اتحاد العاصمة يوم الـ 2 وده تم في خطابات رسمية لاتحاد الكرة أعتقد يعني أخطر بها الاهل خلال الساعات الأخيرة فالورطة مش في معادكس السوبر الورطة في توقيت إرسال أسماء اللعيبة اللي هتشارك في المباراة طيب ملعب القايرة 24 بيقولوا أن ياسر إبراهيم أجرى جراحة قبل المسم الجديد يمكن ياسر كان عنده خراك كده بسيط في رجله بسيط ان شاء الله 48 ساعة ويكون موجود في التدريبات 1000 مليون سلامة على ياسر إبراهيم ومحمد مجد أفشا يعني واخد سيلفي مع ياسر طيب يلا كورة بيتكلم على ياسر إبراهيم أيضا وبيقولوا مصدر ليلا كورة ياسر إبراهيم تعافى من الإصابة في العدلة الخلفية ولكن اللي كان عنده خراك في قدمه تم التعامل معه ويحتاج إلى ثلاث أيام ويعود للتدريبات بشكل طبيعي 1000 مليون سلامة على ياسر إبراهيم كمان وحن لسا منبدأ الموسم بسم الله الرحمن الرحيم إصابة طاهر في الأنكل وإمام عشور جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية إصابة بسيطة إن شاء الله وكان معانز مننا كريم أحمد اتكلم على موضوع ياسر واتكلم على موضوع طاهر وإن شاء الله نطمئن على كل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية رغم صدمة سوزا الأهل لن يفاود موليكا في المريكاتو الصيفي كلام كتير على موضوع ملف المهاجم الأجنبي آخر معادل القيد المحلي يوم 14.9 آخر معادل القيد الإفريقي يوم 30.9 ولكن عشان القيد المحلي آخر 14.9 فإحنا نتكلم على القيد الإفريقي أيضا آخر يوم 14.9 عشان لو أيت لعب من يوم اللي السبت الجاي يعني الجمعة الجاية 1.9 من يوم الجمعة الجاية أي لعبة هتأيده هلعب معك من دور المجموعات هنستنى ونشوف الملف ده بسحنا والله زمان يا جماعة ما كناش بندخل في التفاصيل التفاصيل قوي كده إن كل يوم مهاجم جاي مهاجم مش جاي الناس بتشتغل في هدوء وكانت الناس بتختار اللعبة في هدوء لكن قصرة الأحاديث والكلام على موضوع اللعبين والصفقات أحيانا بيدر أكتر ما بيفيد للأسف طيب دروا الحساب الوطن السبورت وقالوا قرار نهائي في الأهلي بشأن ضم إيبوكا بعد المواقع قالت إن الأهلي بيفاوت جون إيبوكا لاعب سيراميكا ولكن الأهلي من خلال مصادر الوطن السبورت نفى هذا الكلام كورة إليفين بداية يسودها القلق في القلعة الحمراء تقارير صحفية اتكلمت عن كواليس وحقيقة رفض إمام عشور الظهور في إعلان قميس الفريق للموسم الجديد هل بدأ التمرد؟ ده كلام كبير قوي وكلام خطير قوي هو تصوير التيشيرت الجديد وعميس الفريق كان إمتى؟ هل قبل تعاقد الأهلي مع إمام عشور؟ ولا بعد؟ قبل يبقى فين الأزمة؟ فين الموضوع؟ مين؟ سوري يعني بلغة السوشيال ميديا بمين أنا بتكلم على التريند والسوشيال ميديا مين اللي هبت الهب ده دي؟ يعني مين الهبيد اللي طلع قالك عاصل الأهلي عاقب إمام عشور فما خلهوش معاه في التصوير بتاع الإعلان الجديد طب تصوير الإعلان كان إمتى؟ قبل تعاقد الأهلي مع إمام عشور ولا بعد؟ قبل يعني أنا أعجيب إمام عشور هو لسه في ميتلند الدرماركي يتصور وهو اللي مش لاعب في النادي الأهلي أفهمها بس يعني يا جماعة الناس اللي بتطلع كلام زي ده وبتخلق أزمات زي دي يجب أن تحاسب ما ينفعش الأمور يعد كده من أولها بسهولة لأن الهبادات بقت كتيرة وكل واحد عندهم ساحة محتاج يوميا يطلع يتكلم فيها نص ساعة ولا ساعة بقت أوفر قوي كله بقى يقلف وكله بقى بيخلق قصص وكله بقى بيعمل حكايات الملف المحلي في التناول الإعلامي كارثي والله العظيم كارثي طيب نروح ليه يلا كورة ومصدر ليه يلا كورة كولر يستدعي سناء الناشئين لتدريبات الأهلي من السناء اللي موجودين فيه التدريبات بنتكلم على معتز محمد ومحمد زعلوك اتنين من قطاع الناشئين موليد 2005 هيكونوا موجودين فيه التدريبات خلال الفترة اللي جاءت داء من النهاردة بقرار من مارسل كولر نتمنى لهم التوفيق يا رب فيه المرحلة اللي جاية ويكونوا كمال موجودين مع معسكر الأهلي في النمسا آخر حاجة في تريند الأهلي مايكل فاكوتاعي لاعب سلة الأهلي انضم رسميا قال أصل إلى مصر في الأول من ستمبر يعني الجمعة اللي جاية للانضمام إلى فريق كورة السلة في النادي الأهلي صفقة جديدة نتمنى له التوفيق يا رب مع النادي الأهلي ومع الماسترز أبطال أفريقيا لكورة السلة خلال الفترة اللي جاية طيب نروح للتريند المحلي والنهاردة فيه كلام مهم جدا في التريند المحلي ملعب القاهرة 24 مصدر بيقولوا ان فيتوريا يستقر على إراحة لعب الأهلي من مواجهة تونس بسبب السوبر الأفريقي ده كلام مهم جدا لنلسه قد تبكلم معاكم ان اللي بيقولوا ان معادل أجندة الدولية هيعمل أزمة للأهلي ويبقى في مشكلة من الأهلي والتحاد الكورة في موضوع السوبر الأفريقي الكلام ده غير صحيح بدليل ان حازم إمام عضو التحاد الكورة طلع في تصرحات رسمية وقال ان حصل جلسة زوم ميتينج ما بين كولر وفيتوريا عشان التنصيق في مسألة المعسكر اللي جاي الأهلي عنده معسكر في النمسا من 28-28 لغاية 6-9 معسكر منتخب مصر هيبدأ 4-9 عنده مطش مع إثيوبيا يوم 8-9 وعنده مطش مع تونس يوم 12-9 والأهلي كده كده كان عنده مطش بعد الأجندة بـ 72 ساعة سواء السوبر الأفريقي أو مباراة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا فحصل تنصيق أبرز نتائج هذا التنصيق ان فيتوريا استقر انه رايح لعبة الأهلي في مباراة تونس الودية يوم 12-9 تونس يعني مين؟ يعني كمان عالي معلول وكريستو هيكونوا موجودين مع منتخب تونس يعني المباراة تخلص ولعبة الأهلي اللي في منتخب مصر مش هيشاركوا وهيكونوا موجودين في معسكر الأهلي وكمان معلول وكريستو مع منتخب تونس ويسافروا على طول مع الأهلي بعد المباراة إلى السعودية عشان يستعدوا المباراة السوبر مع التحاد العاصمة عشان كده أنا أقول لكم ما فيش مشكلة في موضوع الأجندة المشكلة نفسها في موضوع إرسال أسماء القيمة اللي هتشارك في المباراة بيرسي تاو لسه هنشوف موقفه ممكن هو بيرسي تاو اللي مش هيكون في مصر فيسافر من جنوب إفريخية على السعودية مباشرة طيب حازم إمام اتكلم على الدور الجديد وقال اقترحت على عامر حسين إقامة الدور الموسم المقبل من دور واحد ثم يسعد أصحاب أول تمن مراكز لدور التحديد البطل وهذا سيوفر تسع جولات على الأقل عن الموسم الطبيعي وذلك بسبب ازدحام الجدول الموسم المقبل لكن المشكلة تكمن في رفض الأندية هذا الاقتراح دي تصرحات الحازم بخصوص اقتراحه ليه الدوري الجديد كرة 11 نقلت أيضا تصرحات لعسام عبد الفتاح قال فيها إن الاتحاد المصري طلب من الاتحاد الدولي يكون فيه محاضر للحكام المصريين وليه الشرف إن الفيفا اخترني للمهمة دي وكلنا بندعم التحكيم المصري والقادم أفضل التحكيم عندنا نزل كتير برقة فيك والله يا كابتن عصام بس هو بيقول في عهد كلاتنبرج لا والله يا كابتن عصام وكلاتنبرج ما الحيش يشتغل سيبه الكورة لأهل الكورة ماشي حلو قوي سيبه الكورة لأهل الكورة يبقى بنجيب الناس الأجانب اللي طورت في بلدها عشان تعمل تحكيم كويس في مصر بعد المستوى المتدن اللي حصل في عهد الكابتن عصام خلال الفترة الأخيرة فكرة بقى أن الاتحاد المصري طلب من الفيفا محاضر فالفيفا رشحك أنا شايف ده طبيعي على فكرة مش مشكلة يعني ليه بقى فيه 18 محاضر دولي على مستوى العالم منهم 2 مصريين عصام عبد الفتاح وتامر دوري لما مصر عاملة معسكر للقايمة الدولية ولازم محاضر دولي ييجي ألف بيه يعني أبجدييات الفيفا يبعت لنا واحد مثلا من سنغافورة ما كده يبعت لنا واحد مصري المصري مع مصريين ومحاضرات مع بعض ممكن يبعت تامر دوري مش حاجة يعني تثبت اللي انت كولينا يا كابتن عصام فبناش بس فكرة التصراحات اللي فيها العنترية لأن على المستوى العملي نتائجك وانت رئيس لجنة هي اللي بتقول انت نجحت ولا فشلت طيب ملعب القاهرة 24 بعد قرار التصنيف مصدر بيكشف رد فعل الحكام واجتماع منتظر مع اتحاد الكورة وبريرا بريرا اتخذ قرار خلاص بالتصنيف أي حكم هيشارك في الدور الممتاز مش هيشارك في الدرجات الأدنى يبقوا 30 في الدور الممتاز يبقوا 50 في الممتاز بيه دي تصنيفات عملها بريرا عاملة أزمة مع الحكام ده طبيعي ومنطقي كل الحكام عايزة تكون موجودة في دور الأضواء والشهر أكيد يعني ولكن هنشوف اللي هيحصل للفترة الجاية في اجتماع الاتحاد الكورة يوم الاثنين وتحديدا الاجتماع في اسكندرية على هامش يعني احتفال منطقة اسكندرية بالمقوية فالاجتماع ده هيتناقش فيه التشكيل الجديد لللجنة هنشوف إلا هيحصل وبريرا هيرشح مين معاه في اختيارات اللجنة وممكن بقرة أو بعده هقول لكم التصور اللي عايزه بريرا في لجنة الحكام طيب السؤال ترحناه في بداية الحلقة النصيحة اللي توجهها للجهاز واللعيبة قبل بداية الموسم هبا بتقول التركيز الكامل لعمل موسم تاريخي آخر ونسيان الموسم السابق والبطولات والتفكير في الموسم الجديد لتحقيق المزيد من البطولات وكل الدعم للفريق والجهاز الفني بقيادة ميستر كولر منتظرين منكم المزيد هذا الموسم يعني ننسى اللفات ونركز في اللي جاي أستاذ ياسر بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك ولأسرة البرنامج نصيحتي للجهاز الفني واللعبين لابد من العمل والاجتهاد والتركيز في كل الطولة لأن الجمهور لا يقبل بأقل من ذلك ودائما ضعوا اسم الأهلي أمام أعينكم الأهلي هو الاستثناء في مصر فحفظوا على ذلك أستاذ رمضان بيقول الجهاز الفني للنادي الأهلي على درجة عالية من الكفاءة لإدراك أن هذا الموسم أصعب بكثير من السابق نظرا لعدد البطولات المشاركين بها وانخفاض عدد اللاعبين أصحاب الخبرات نظرا لتقليص القائمة لذلك وجب علينا جميعا ضعم الفريق والجهاز الفني حتى نستمر على منصات التتويق آخر حاجة معايا أستاذ محمد خليفة بيقول يحفظوا على أنفسهم يبعدوا عن السوشيال ميديا قدر الإمكان يركزوا في الملعب فقط ينفذوا تعليمات الحج مارسل كولر بحزفرها يتوكلوا على الله يلعبوا بروح الفنينا الحمرة وبإذن الله البطولات هتكون من نصب الله أستاذ محمد شكرا جزيلا على هذه النصيحة كلام في الجول يعني وبشكرك بالتأكيد على المشاركة وبشكر كل الناس اللي بتشارك دايما معنا وتكون حريصة على المشاركة في برنامج التريند في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء